زي ما احنا بنتكلم دايما في برنامج الاشبال وبنسلط الضوء على المواهب الموجودة في الملاعب الاوروبية اكيد لاعبين مصريين ظهرت عندنا موهبة كبيرة موهبة كبيرة بالارقام وبالاداء الرائع لاعب مصري اسمه بلال مظهر عبد الرحمن بلال مظهر عبد الرحمن وفتكروا معانا الاسم ده ده نجل الكابتن مظهر عبد الرحمن كان واحد من لاعبي المقاولين السابقين واحد برضو لاعبي منتخب مصر الاول السابقين كابتن مظهر عبد الرحمن ابن بلال ما شاء الله بيتقلق في الكرة اليونانية بنا سانايكوس اليوناني زي ما احنا شايفين صورته قدامنا دلوقتي ما شاء الله بلال بيمتاز بالكوة البدنية الكبيرة وكمان رصيد اهدافه عنده تسع اهداف في بطول الدوري ابطال اوروبا للشباب بطول الدوري ابطال اوروبا للشباب عنده تسع اهداف هنشوف زي ما احنا شايفين دي احد اهداف بلال مظهر عبد الرحمن وهي معروضة معنا على الشاشة دلوقتي واحد من اللاعبين المميزين بيلعب في مركز رأس الحربة بيسجل بقول لحضراتكو في بطول الدوري ابطال اوروبا تسع اهداف بيتصدر جدول ترتيب الهدفين في دوري ابطال اوروبا تحت تسعتاشر سنة بواقع تسع اهداف متفوق على الياس لاعب باريسون جرمان بفارق هدف وحيد كابتن محمود جابر هو موليد الفين وثلاثة تم استدعائه لمنتخب مصر للشباب الشباب النهاردة اتحاد المصر لكرة القدم بعت الاستدعاء لناديه في اليونان والنادي رد وقال انه هو هيعتذر عن الحضور بسبب انه هو موجود في تدريبات الفريق الاول ومشارك منذ فترة مع الفريق الاول وفي مباراة الفريق الاول علشان دايما بنحط الضوء على المواهب الموجودة في اوروبا لازم نكون معنا تركيز لازم نهتم بالمواهب دي لازم دايما نحط عيننا عليهم زي ما شفنا الجامعة التونسية وهي بتهتم بالمواهب اللي عندها وبتحمل جنسيتين النهاردة بلال عنده جنسيتين جنسية مصرية وجنسية فرنسية عجبني جدا استدعاء المنتخب المصري لبلال علشان ينضم وان شاء الله يكون خلال الفترة القادمة زي ما احنا شفنا صلاح باشا في ادونيزي في منتخب 2003 هنشوف ان شاء الله بلال مظر عبد الرحمن مع متخب 2003 عندنا برضو بدر اسلام الشاطر نجل الكابتن اسلام الشاطر وهو ايضا محترف في احد اندية الدرجة التانية في الدور الاسباني هنحط عيننا عليه وهنتابعه وهنشوف ارقامه مباراته خلال فترة اللي جاية وهنصلط الضوء عليه برضو بدر من المواهب المميزة سابق ليه لعب في نادي الجونة بيمتاز بالطول برضو لعب مهاجم هنتابعه خلال الفترة اللي جاية نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لبلال وتكون خطوة موافقة ان شاء الله مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر